و هنعمل السلطة مع بعض عند البطاطس أنا طلعتها من الفرن زي ما شفناها مع بعض شايفين لونها الجميل دي يتناكل منها بقلبي جامد وخاصة للناس اللي بتعمل ريجيم الناس اللي بتعمل ريجيم أنصحهم يكلوا من البطاطس دي بقلبي جامد بس أنا أعمل حاجة حلوة دلوقتي هتعجبكم بعد ما فتح البطاطس كلها كده عندي لبنة عندنا أشطى في البيت أشطى أو لبنة بجيبها و بضف لها فص توم ناعم شوية بأدون الصغيرين أو فيه كلمة صوت طبعا أنا مش هنجيب الحاجات لأن طبعا مشاهدي الكرام مشاهدي الكرام بيقولوا يا شيف مش عايزين نجيب حاجات أسماء غريبة ما نعرفهاش أو حاجات ثمنها غالي من السوبر ماركت فأنا طبعا القشطة موجودة عندنا والكريمة واللبنة طبعا لازم عميدي بالشكل الجميل زي ما احنا شايفين مع بعض بخلي دي كده على جميل طيب بجيب سكينة صغيرة وبفتح كده البطاطسية بالشكل ده معنا بتصال معنا الأخت مارين من الجيزة سلام عليكم سلام عليكم زي كثير يا أهلا وسهلا أنا عايز اجيبها بعد سواء اتفضلت هنحط البطاطس في مية عادية هنحط البطاطس في مية عادية عشان تقعد معنا كتير نعم عشان تقعد معنا كتير اه طيب حلقتنا النهار دي يا أختي هنعمل رزب الشعرية اه وشربة الجذر شربة البطاطس بالجذر والكريمة اه شربة الدعبة مش عفاية طيب وهنعمل رزب الشعرية وبطاطس باللحمة والدمعة نيش وبطاطس ما شوية صلقة هتعجبك قوي دي لو عملتها بنفس الطريقة سهلة جدا تمكن تساعد ماما وتعمليها نيش هتجيب البطاطسات اللي فيها في ورقة فويل في شوية ملح وشوية فلفل وتحصها في الفرد وبعد ما تطلعش بشكلها جميل ازاي هنعملها مع بعض دلوقت اشكرك على الاتصال انا عندي هنا جبت لبنة او قشطة لبنة او قشطة او تمية تمية عارفين ان هي ميونيز وتوم حاجة من اللي انتوا بتحبوها يعني هفضل اللبنة عشاني طعمها حامل شوية وفيه طبعا اللبنة الرجيم احنا بنقول دي ناكلها كتا زباهية للي عايز يعمل ضايت طبعا ازل الاطفال بقى ياكلوها عشان البطاطس فويتة واحنا عارفين هنعملها بطريقة حلوة دلوقت تجيب شوية بقى دونس نعمين بقلبه بنا كده وفص توم اوت ده علبنا وبيقلبه كويس وبعد كده معنا بتصال الاخره عمر من المنوفية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة الله وبركاته يا كشف احمل يا اهلا وسهلا اذا سمعت عمر ذا جابه على السباية اتفضل يا استاذي ان شاء الله نحط ميا بخلي بلمون على البطاطس نحط البطاطس في الميا وخلي ولمون ايه ان شاء الله طيب حلقتنا النهاردة يا باشر اه رزب شعرية وابطاطس واضح انك بتحب الرزب الشعرية تابع معايا ويه كمان وبطاطس باللحمة بطاطس باللحمة والدمعة ويه كمان وشربة بطاطس بالجذر والكريمة وصلت البطاطس مشهولة اللي بعمل فيها دلوقت دي جميلة جدا انا عادي كده بعملها بمزاج ورويان كل حاجة على النار يوت حاجة اللي خدت وقت كتير حطتها على النار لا في محطة يا شيف كانت والدتي جاوبت سؤال من الحلقة من الحلقة اه وما خدتش جايزة يا استاذي يا ريت تتصدل مشكورا تتصل حضرتك وتسيب العنوان والتليفون او تبعثوا برسالة على القناة الرحمة الفضائية واحنا هنبعث لك ان شاء الله الكتاب او السدهاية اللي تختاروا عليها الاكلات اللي بتحبوها واشكرك على الاتصال انا عندي العمع ده طبعا موجود عندنا طب يا شيف احمد انا ما عنديش عمع في البيت اعمل ايه اه بجيب ورقة ورقة بيضة ورقة بيضة ورقة بتاعة الكراسة بيضة يالي شوف انا اسهل منها مفيش عندنا الكراسات في البيت عندنا اولاد ربنا خلو مينا باخد ورقة الكراسة دي بعملها ارتاص وباجي من عنده الارتاص بقطعه كده شوية اعمل له بوض اتفالة وبحط البل كريمة فيه طب ما فيش عايز اعمل اخد دمعلاقة صغيرة واحط ولكن طبعا احنا قلنا العين بتاكل فلازم نخلي الشكل جميل انا فتحت البطاطس زي ما شفته مع بعض كده وباجي في قلبها كده يا جماله شاكير الجمال ده اللبنة نخلص من دية وفي حيش الموضوع كده انا عملت كل في قلبها البطاطس عايز ازود ماشي كمية طبعا البعدون السواء اللي بيصدوا شوية كده انا عملت الكمية كلها بخليها على جنب كده وبجيب البقدونس شوية البقدونس على الوش شايفين الجمال ده او نعناها اخدر زي ما احنا عايزين وباجي في على الجرجير او ان انا طلحها من الورقة الفويل كده وبخليها بالشكل الجميل ده او ان انا هقدمها من غير جرجير في ورقة الفويل في الطبع بتاعنا او ان انا هقدمها على سرطة الجرجير بشيرها من الورقة بتاعة الفويل كده وبخليها بالشكل الجميل ده الله شوفنا سرطة البطاطس المشوية الجميلة عندنا الجرجير وعارفين فويل الجرجير بخليها على جنب كده الجرنشة بتاعتي طمطنية حلوة كده بجيبها بقطعها اقمع بالشكل الجميل ده كده شايفين هذا البطاطس موجودة عندنا والطماطم موجودة عندنا وعملت طبق جديد اللي عالصفرة هيسألوا يقولوا ايه ده نقولهم سرطة البطاطس بشوية ده من البطاطس اللي احنا عملناها خليها على جنب كده عشان يستيكر حلقتنا ايه البقدونس خلاص ولكس بره نخليه نشوف ياخنة بتاعتنا شكرا